التحداه يطلع يقول أنا دعمت حماس برصاصه بس ترجل أنه ما عنده هم غير الكرسي تبعه بس وهي الكلمة ممكن تهدد له الكرسي تبعه دولة الاحتلال بأضعف حالاتها اليوم دولة أصابة ارتباك كامل اليوم القيادات الإسرائيلية كلها سياسية وعسكرية وأمنية وكلها في حالة ارتباك كامل يعني اللي صار بالنسبة لهم زلزال تمام يعني دولة الاحتلال من ما نقاربين لليوم بحياتها ما كانت بحالة أضعف من الحالة اللي هي فيها هلأ طيب إذا اليوم أنت يعني ما قربت على على أرضك ما حاولت تاخد شبر من أرضك إذا اليوم أنت لساتك حريص أنه الدبان الدبان ما يفوت عجلان باتجاه قوات الاحتلال مشان ما ينزعجوا منك إذا اليوم كنت هيك إيه ما ترح تحرق الأرضك أنا بتحدى اليوم بشار الأسد أنه يطلع يقول أنه هو يدعم حماس برصاصة برصاصة أتحداه يطلع يقول أنا دعمت حماس برصاصة بس هو يطلع يقول أنا أتحداه هو يسترجي يقوله هو 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 ما هو الرئيس اللي انتصر على ثمانين دولة في رئيس بيكون ما انتصر على ثمانين دولة بخاف يطلع يحكي هيك كلمة يعني بفيق الصباح بيصلي بيقبل ما ينام بيصلي على الفطورة وعلى الغداء وعلى العشاء بيصلي أنه لا السي ان ان ولا الفوكس نيوز ولا رويترز ولا حدا بالدنيا يذكر اسم بشار الأسد بالأخبار ما بده اسمه يكون مبين بكل الشي عم يصير هلا بده سلته بالعنام مشان هيك إذا بتلاحظوا ما عنده تصريحات خاصة فيه موسيقى موسيقى يعني بيحكي مثل ما بيحكي أي صحفي أي محلل سياسي أن والله إسرائيل تستهدف المدنيين وعلى العالم أن يسرع إلى حماية الفلسطينيين يعني كلام إن شاء عام أي أحد بيحكيه قائد المقاومة والممانعة 50 سنة يعني أرصاصة ما ضربته لا تحرروا أرضكم أرصاصة